اشتركوا في القناة شو اند سبرينج فاستوال مها صباح الخير مجرور اكيد صرنا ننطرو للغاردن شو سنة بعد سنة والسنة رح يساقب 23 مايه لغاية 27 مايه تحت اللي حابب يتوجه على الإيبودرام تحت يكونوا معكم خبرنا بداية شو في شي جديد بالغاردن شو لسنة الـ 2017 نحن هايدي السنة الـ 14 اللي عم ننزمه للغاردن شو تحت الثيم هو جديد هو الـ colors in the garden كل الاشخاص اللي عارضة واللي عملي نشاطات تحت لحقه هيدا التام الألوان أحلى شي بالصيفية هن الألوان مراكزين عليها تحت من الزهور للفرج للأكسسوارات الموجودة تحت كلنا لحقين التام اكيد دايما فيه اشياء جديدة ويعني للعائلة فينا نعتبر هالإيبنت معمول الكبار والصغار كل واحد عنده مكان يتوجه لقلو يرتاح فيه ومبسط فيه طبيعي مش ناسين الصغار أكيد أكيد نبلش أول شي المعرض كبير ومقصم الـ landscapers والمشاتل عندهم نحصة كتير كبيرة عم بيكونوا تحت مع أخصائيين عم بيحكوا عن الزهور عم بيبيعوا الشتل وزهور هيك للعالم تشتري زريعتها ويعطوها تبس كيف الضايم تعفي كلنا منشتري بلونتات وزريعة ومنزرع بالكون والتراث بس مش عطول بيعيشوا الـ experts تحت عم يساعدوا العالم يخبرون كيف يحافظوا عليهم غير المشاتل والـ landscapers فعنا جامعات يلي بتاعت يلي فيها لاندسكيبينج بلبنان اختصاص تحت هنا معل تلميس كمان عم يساعدوا العالم بالإضافة لهولي في السبلايرز يلي عندهم outdoor furniture وبراثولات وبيسينات كل شي بيخلي التراس والقعدة برا كل شي صيفي خلينا نقوله عم نشوف بهالصور كمان هالصور سنة الماضية كل شي بيخلي قعدتنا برا تكون مهضومة وجديدة وترندي يعني أنا بالنسبة لقلي وبالنسبة لزبونتنا يلي بلشوا من 14 سنة معنا في ناس وبعدهم إنه جاردن شو يعني بلشت الصيفية دائما صحيح هيدا الفكرة يلي عم بتكون هيك أساسية كل الإكسفوزان حتى بيجيبوا كليكسينات خاصة للجاردن شو بيعملوا لانتشينج تحت بتنبيع تحت يعني بتشوفيها تحت بالمعرض ما بتشوفيها بالشورومز يلي وقتا تروح لعندهم يعني في أمور بتكون مش بس عرض ومش بس نتفرج فينا نستفيد من مثل ما هلأ كنتي عم بتقولي عن قصة كيف نهتم بالزراع في غير ويركشوب وغير أمور كمان شو ممكن السنة يستفيدوا الأشخاص يلي رح يتوجهوا لعندكم نحنا في عنا إس باس بقلبه في ماستر كلاسز كمان في أخصائيين بالأرانجمان طبع الطاولات والزهور عم بيكونوا عم بيعملوا ويركشوب والعالم فيهم تحضر وتتعلم حتى كيف تعمل البوط طبعيك وتلونيه وكيف تزرعيه وكيف تزبط طاولة بره لأنه هلأ بالصيفية كلنا منستقبل بره ما بنستقبل جوا بقى هني موجودين تحت كمان عم بيعملوا حتى بقلب الماستر كلاسز في عنا جايبين دي شيف من لبنان ومن برات لبنان عم بيعملوا دي رسات جديدة وترندي لكل شيء أطباق تقدميها بالباربكي وغير الباربكي وحتى دي سوس بقى هيك وبارتندرز موجودين تحت عم بيعملوا كوكتيل دي كوكتيل دي أفريتي في الألخول وبالاء الألخول كلوا أباس دي بلانت دي فلور خلينا نشوف فيديو صغير ونرجع لك معا نشوف دي أفريتي بيعملوا كوكتيل دي أفريتي بيعملوا كوكتيل دي أفريتي بيعملوا كوكتيل دي أفريتي بيعملوا كوكتيل بيروت فهي مثل ما شايفين الشتلة كتير مهضومة فيها زهرة بيضة ريحتها كتير حلوة خاصة بالليل هاي الشتلة بتحب الشمس وما كتير بتحب الهواء وأكتر شي بتعيش على الساحة أكيد شفنا مقتطفات من جاردين شو سنت الماضية وفيكن تستفيدوا من جاردين شو السيني إذا بنا نحكي شوي عن السياحة البيئية تعرف أكتر على بلدنا لبنان أدي كمان عم بتشجعوا هيدا الأمور بالإضافة لزراعة وأمور كتير نحنا خلقنا شي مع اليو أس إيد ومع وزارة السياحة اسمه ترافل لبانون هي ساكشن بقلب القاردين شو في قلبه أكتر من ستين عارض جايين من الشمال من الجنوب من البقاع ومن جبل لبنان عم بيعملوا برو موشن للمناطق طبعهم للقطليات الموجودة عندهم لكل شيء هيدن جامس كل شيء قصص مشكلنا بنعرفها مشكلنا إشعينها عم بيعملوا لبروموشن تحت ومعهم في سوق الطيب كمان جايبين برو ديوسرز من المناطق لحقين التام كمان طبعا تحت جايبين تروديوسرز من المناطق الميوزيك على هيدا الاريا البانز اللي جاي بينا كمان جاي من كل منطقة كل حدا جايب الموسيقى اللي بتمثله حتى الأشخاص اللي عم بيغنوا من هيدا المناطق سو الزيير طبعا فيه فوتا ترافل لبنون ويعمل بلانينج للصيفية طبعا في كتير اشياء حلوة في لبنان فينا نعملها مش ضروري بس نسافر فإذا منرجع منذكر المشاهدين غاردن شو بيبلش بـ 23 أيار لغاية السبعة وعشرين ببيروت بودغام لكل اللي حابين يتوجهوا متل ما قلناه بين ساعة أربعة لساعة عشرة أهلا وسهلا فيك مهام مرسي بكو مشاهدين أبريك ونرجع لكم